اشتركوا في القناة من كل عام يوما وطنيا للاحتفاء بالدبلماسية البحرينية تقديرا للجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر الوطنية في وزارة الخارجية لتنمية علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة وحماية مصالحها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي وعرب وزير الخارجية عن بالغ شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم لما يليه جلالته ورعاه الله من اهتمام كبير ودعم مستمر لوزارة الخارجية ومنتسبيها وعلى ما تفضل به جلالته من توجيهات سديدة ورؤى حكيمة للمضي قدما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودول العالم كافة بما ينسجم مع مبادئ المملكة الراسخة الداعية الى التضامن والتكاتف والتأخي مع كافة الامم والشعوب في طارقية من التسامح والتعايش الانساني والتعاون البناء واستذكر وزير الخارجية في هذه المناسبة منجزات المسيرة الدبلوماسية الوطنية التي امتدت لما يزيد عن خمسين عاما من البذل والعطاء وما حققته من نجاحات في كافة الميادين الدبلوماسية والتي أسهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين في وسط المجتمع الدولي كدولة داعية للسلم والأمن الدوليين سائلنا الله العلي القدير ان يحفظ جلالة الملك المعظم ويمده بمفور الصحة والعافية وطول العمر وانوفقه لتحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار لوطننا الغالي ومواطنيه الكرام في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر